موسيقى والذي انا مواليد محرق لا لا احنا ساكن في قلالي لكن انا مواليد محرق وبالتحديد مستشفى المحرق للولادة الوالدة الله يرحمه من محرق والوالدة الله يحافظها من الحد و كنا يعني طفولاتنا اكثر شي بين المحرق اللي هالمكاللس اكريم فيه و ساعات نروح في الاجاز نروح الحد عندها الوالدتي و عندنا اصدقاء ورابع في كل المكان المحرق والحد و لما كبرنا صاروا اصدقاءنا في كل البحرين في الصيف كنا نروح بيد خالطي في السعودية في السعودية نصيف هناك في منطقة سمونا راست النورة رح بيد خالطي و نصيف في السعودية و عادة نكون بين محرقة والحدة والسعودية فهذه الاجواب في الصيف كانوا نروح نسميه البرتشة أو النخل اللي هو مثل حمام صباحة مياه من الأرض و كنا نقفلوز و نتسبح نحن و العائلة كلنا و ساعات نحن و والدتي و أهل الفريج كلهم نطلع و نروح النخل و عندنا نذكر في برشة التينة و برشة سيادية و نخل سيادية و فيه وائد أشياء في البحرين و في المحارك بالتحدي أخواني عندي أخوي العود محمد أكبر واحد بعدين أخوي ياصر اللي بعدين أنا بعدين يتحتي وائل و عيس و عبدالله و عندي خط صغيرة و عندي ثلاث أخوات أكبر شيء اللي يحفظهم كلهم أنا طب و أنا صغيرة تشوف مثلا ساسوكي فلام كارتون ساسوكي عدنان والينا توم سوير و نتشوف مثلا مسلسلات رأفات الهجان ليالي الحلمية و نتشوف الأفلام المصرية القديمة و كنت مولع ممثل مصري عبدالسلام نابلسي كنت من الشاقة و ليه اليوم ذي أحبه وائد أحب الفنان القديم الراحل عبدالسلام نابلسي إن شاء الله يكون في شيء منه تشرف بس كنت مولع فيه فالمسلسلات كنا نشوف المسلسلات البحرينية الغديمة البيت العود سعدون نيران بنحقل الكلمة الطيبة الأعمال الغديمة ذي اللي أسست الدراما لنا في البحرين و قلت لك الكارتون توم سوير عدنان والينا ساسوكي كابتن ماجد عقب ما نشوف كابتن ماجد نلعب كرة في الفريج الله غايد لو بذكرهم يعني أكيد فانس الناس بس خلي سامحوني عندي حسن سعد عندي عيال بيت الياسين هذا العب رزاق علي البكشي طلال طارق لا بذكرهم بنساهم عدد كبير يعني يعني احنا الفريج في محرق سابقا يعني كانت الحياة بسيطة فمثل ما تسمعوا تعرف يقولون البيوت مفتوحة فعندنا بيت محسن بيت رحمة فكنا ندج دي البيت ونطلع دي البيت فتحصل كل واحد أخو من أخواني عند أم ثاني في الفريج أم رابيو يا ولدها ليه أم أنا من الفريج أمي فاطمة الله يطول بعمرها يعني أمي هيا قبعتني أمي فاطمة بعد عندي ختم من الرضاعة وخواني الرضاعة فهذه هي المحرقة يعني البيوت مفتوحة فكنا كلنا أهل أمي فاطمة الله يحفظها لي مواقبة يعني يعني من تغريبا من مدة أسبوع مريت على رحة الفريج القديم ومريت على أمهاتي الموجودين في الفريج أنا وخواني وسلمنا عليهم وستانسوا وبدأ زيارة وإن شاء الله أكررها كل فترة فمريت على أمي فاطمة منهم ضمنهم كنت يوم الغير في الفريج في شيء يسمونه عندنا البياعة البياعة عندنا كنت تشتري شيء من السوق مثلا كاكو ولا حلاوة ولا مينو وطالس تبيعه فهم ما يشترون منهم يعني ما يشترون عندك صج تحط لك كارتونة أو شيء فارشة أو برشة في الفريج وتبيعهم ما يشترون منهم يعني ما عندك صج بس أن أنت كاصر خاطر ومشترون من عندك فكان عندي بياعة فترة بية فترة كان في هندي في الفريج نرى العهود يقرأ الجرايد أقوم ما يقرأهم يعطيني إياهم فأنا كنت أبيع الجرايد جرايد هندية من يشترون من عندي هذا من الأشياء التي كنت أبيع في الفريج بعدها ضمت أماثل في الابتدائي الشباب يعني خفيفين دم يعني كان لما أطوف يقول لي أين رأي هنا؟ أقول لهم رأي أماثل بعد ساعة أطوف يقول لك كطاف على الإمام يعني أيام حلوة وما أنساهم يعني طبعا ما أنسا على التصدقائي وإخوان من فرج الحيات من فرج الكازينو من فرج الحكومة نحن في المحارك كلنا نجري بهم ومبعاثة انتلاقها في المدرسة وانتلاقها في المباريات ما أنساهم يعني عندما أرى أحمد رابعي يوم كنت صغير ما هو يني أنا أروح له أنا أشتغل أن أرى يعني أحب أخواني وربعي خاصة في فترة الطفولة لا والله يوم شوف أنا يوم صغير كنت شوية مثل ما يقولون بالمصري لغاية يعني بسولة فوية لغوي بعدين يعني يقول يمكن هذه في المرحلة ما قبل المدرسة إلى الثاني ثلاثة 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 كنت أتكلم فكان شياب مالفريج أحبون يسمحون سؤال فيه يوم كبرت شوية ثلاثة 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 صرت هادئ لليوم دي أنا هادئ في التصوير شي ثاني وفي الحياة شي ثاني أنا بطبيعتي هادئ يعني خجول أي والله يعني مو الشطان اللي أسويه في المسلسلة أسويه في حياتي كنت أمثل في نادي الحالة أي كان فيه اثنين شباب شاهدوننا واحد اسمه جعفر توقع الله يرحمه عبد الله الحقيقي هم قلونا أن يبقوا الناس يمثلون في نادي الحالة فأخذوني فأني بديت كنت في صف الأول شي عمر ست سنوات بعدين اختاروا مجموعة من الممثلين وزارة التربية عشان توديهم القاهرة يشاركون في مهرجان السويس الأول يمكن أن يكون في صف الثالث فأذهب إلى السويس هذه أول مرة أركب الطيارة أني أذهب إلى مصر رحت من ثلث البحرين سبع سنوات ثمان سنوات هذه أول مرة أرى أبوه يصيح كان أبوه الله يرحمه كان يصيح وعيد عليه والله ويحببني يعني هذه الموقف الذي نذكره لون كان يوم يسلم علي أني أذهب إلى المطار في مصر وأنا صغير ولكن كان أمامي والأساتذة المخرجين الذين كانوا يعني مثل سامي سامي قوز الله يعطي الصحة والعافية الأستاذ مثلا سعد حمد الحسن بعد الله يعطي الصحة والعافية الأستاذ حمز محمد كانوا يعملون يكوني ولدهم فهي يودون ويخافون عليه ويقعدون حق الغد وحق البروفات فهذه كانت أول سفرة لنا أذهب إلى القاهرة أو القاهرة السويس في تحديد مصر أذهب إلى القاهرة حتى أذكر أني شاريت عقبيتنا هدية شمعدان الذي يضعون في الشمعة فهي كنت أول مرة ترى في مصر مهرجان السويس الأول للطفل كنت مثل دور أرنب تعرفون صغير كلهم يعطون يا أرنب يا أفار فهي كان دوري أرنب كنا خمسة أرانب وأنا واحد منهم ويوم كبرت العمل نخرج الأستاذ الغدير سامي القوز وتأليف الأستاذ العام الوالد علي الشرقاوي يوم كبرت طاح الناس عندي فأنا أعرف أي أرنب أنا فأنا كنت أذكر أني في جملة غلط فيها نحويا الجملة تقول أريد أن أكله جزرا فكنت غلط غلطان في ضماء وفي شيء فكان المخرج سامي القوز يعني حب يعني أوشني شوي قال لي لا تخلط فيها ركز تنلفط شديد عب مخرجين وطارغناك منطق قوي في يوم كبرت حصلت الناس فحنا أنا أرنب رغم أحد أو أثنين أو أثنين أو أثنين أو أثنين عشانها حصلت الجملة أريد أن أكله جزرا فأرهت أن أرنب رغم أربعانا لا بعدها قلت لك قوموا يقولون لي عادي لي ما متشدي والتاريعة في الفريج لتنازل شوي فقمت ألعب كورة بطلت التمثيل قمت ألعب كورة بس خاطر أمثل في الإعدادة خاطر أمثل فقلت خلاص أخلص ثانوي أرجع اليوم خلص ثانوي ثانيوم رجعت أمثل لا مش أخاف كنت أنا ألعب كورة وألعب كورة فأخذتني الكورة وكلنا في الفريج ألعب كورة حبيت الكورة بس في داخلي أمثل فكنت كلها تشاهد المقابلات يقول الممثلين القدام المصريين أو تشاهد كل مقابلة تنحط ماذا يقولون الممثلين فدائما يقول كلمة أنا حفرته في الصخر فأرد البيت وأقول أمي أنا أحفر في الصخر أقول لي عافيك فأول يوم رجعت كانوا الشباب عندهم أبروبات فأم الحاسن فأرحت لهم طبعا يتذكروني أنا صغير كنت معهم فكان جمعنا الروعي ها خليل بوك وبارت العيار ورديت شوية شوية أمثل ومشت الحياة الحمد لله كان قادر أن أمثل أن أرس تمثيل في الكويت بس مو تحتلي الفرصة لأن كان في ذي السنة موقفين البعثات حق دراسة التمثيل فأنت أخذ ورش وأتعلم وأروح أتشوف من الأكبر مني والصراحة لو أتكلم من فضل عليه فالفضل الأول وأخير حق رب العالمين وفي الأخير لكل مخرجين وستدتي وموكلين البحرين في جامعة البحرين كنت درست إعلام بكالاريوس إعلام وطموحي أن أكون أول مماثل بحريني حصل الدكتوراه فكنت خاطر أن أخلص البكالاريوس جامعة البحرين ودشعى الماجستير ودشعى الدكتوراه ودشعى الدكتوراه وتيحت الفرصة ولكن مع الأسف تمثيل خذاني حتى كنت مصرح في أول لقاء أو ثاني لقاء صحفي ونصعية أقول إن شاء الله أكون أول ممثل بحريني عند الدكتوراه ولكن إن شاء الله غيري حقق ذي الحلم وأتوقع موجودين ما درست ما وصلت الماجستير والدكتوراه بحكم إن شكالتي التصوير والتصوير خذاني جامعة البحرين ما كان عندي ما كنت أمثل في فترة الجامعة أمثل برع قمت بديت أعمال مسرح برع وكنت أشتقل تلفزيون برع جامعة البحرين كنت هادئ هذا الشيء السكشن هذه السوارة آخر واحد ما أتكلم في ساعة الدكتوراه سألنا شيء اختباره الشفوية أنا أعرف الجواب أقول لأ ما أعرفه ما أتكلم قليل الكلام كنت في الجامعة ما هي المحاضرة خلص أمشي أنا أتكلم من المواقف أني كنت أمثل مسلسل اسم دروب وفي مسلسل دروب كان زوجتي شيء ما سبت وكانت كلها تضربني سبحان الله أن عرض المسلسل أني شيء ما سبت أختي أني شيء ما سبت وكانت كلها فأنا في نفس السكشن فأنا لا أعرف أني شيء ما سبت فهذه المواقف الجامعة فقط أنا في طبيعتي هذا يعني أعرف الجامعة أقول لك ما سبت أعدي اللي عليه وهم شيء ما كل ما قادمة هذه هي أهل البحرين أقول أني أنا أساساً طلعت من البحرين وسندي البحرين وأهل البحرين دائماً أنا أفكر أقول إن شاء الله يا رب أكون أني أقدر أوزع الفرح والابتسامة عليهم فلما أمشي في الشارع أتشوف مثلاً طفل والله أتشوف أمارة كبيرة والراجل ريال عود يعني يقول لي كلمة طيبة هذه تكفيني يعني رب لك الحمدى وروح مثلاً مطعام تحصل لك يقول لي لا 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 فأنا أدفع عنك يدفعون عني يروح مني يساعدوني في أي شيء ذي يعني ذي أنا ودي أبوس راس كل واحد يبادلني هالحب في الأخير يعني الفن زين الحمد لله طبعاً أكيد يعدل من مستوى كل معي شيء لكن لا أصبح غني أنا خليل مثل ما أنا خليل الأصغير خليل حالي حال أي واحد بس كسبت شيء أتوقع هذه نعمة من رب العالمين ونحمد رب يدوم عليها محبة الناس هذه شيء لا يشرب ثمن يعني ممكن الناس أتي وتروح يمسكوا مناصب يروحون لكن تبقى أنت مثلاً في ذاكرتهم كلمة موقف حلو قابلته في يوم الأيام فهذا الشيء الحلو فأنا مثل ما أنا أنا ما تغيرت أنا خليل الأصغير أنا خليل الأصغير اللي في محارك اللي عف الفريج خليل الأكبر في المدرسة المعاري وطارق بن زياد والهداية خليل دشجامعة البحرين خليل المثل خليل حالي حالي ممثل بحريني على رأسي جمهور أهل البحرين لا أبو يوه والله يرحمه ما اعترض على التمثيل بالعكس كنت وصلني ساعت أم الحصامي ممثل ويقول لي هناك سيارة رجعي أنا أقول لي هناك سيارة طريق كنت هناك ثلاثة عدد أراهنا في ثاناوية يقول لي هناك سيارة طريق أقول لي ما لا سيارة طريق يمكن ثلاث مرات رجعت من أم الحصام ليس محرق ماشي أيه والله كنت خاف لما وصل الجسر المحرك في الليل كل لابي أحبي فأيض كفاظ مرات رجعت ماشي محرك أبوي بالعكس لا أبوي يعني من الأشياء اللي خاطر فيها أول واحد يعني يود أن يكون أبوي موجودة الحين يعني أتمنى أن أبوي يشوفني وأنا ممثل يعني هو تعب لأنني يعني هو كان يوديني من الشغال ويروح يوصلني لبروفا وكنت يعني يعني قدر الله ما شعف أعرفه في مكان أحسن الحين كان خاطر يشوفني يعني يفتخر فيني شوية بس أو أنا سوي له شي يعني أنا أرد للجميل يعني خاطري كان لوبي موجودني أسافر وياه أودي عمر أخدم وأشتري له هدية بس هذه كتبة رب العالمين وكل اللي في خاطري سويتها حق والدتي ربي لك الحمد وسوي له الأكثر إن شاء الله قصة الحب اللي خليه اللي زوجتي مبم قصره وياه يوم مباركي اللي صبر عليه أنا طبعا دوم الصبح ورجع من الدوم بس قدش البيت واطلع أنا لدي شغل ثاني مشاريعي فبين تصوير بين ببنتات بين شغل قصة الحب إن شاء الله أكون إن شاء الله أكون أستاهلة قصة الحب أنا تزوجت زوجتي نوف جناحي بنت العمي الغالي صلاح جناحي وهو مدير إنتاج أهم المسلسلات في البحري فأنا كنت ممثل صغير في المسلسل وشفت وحبيت أني أتزوجها وعندما كبرت تقدمت لها وبالعكس هي سندي وصبورت لي هذه قصة الحب إنها من الوسط الفني يوم كانت صغيرة فالقصة الحب إن شفت هي كنت تمثل شوية وهي صغيرة وبها كان مدير إنتاج اللي عم صلاح جناحي في مسلسل نيران فأتشفت وعندما خلاص على قولتهم نشيتي من الباب وقلت له مني قاطر أتزوج شوية وما قصره وبيض الله إيهم على الزوج الطيب اللي أعطوا إياها في الزواج التغليدي وفي الزواج مثلا حب في الأخير كلها قسم ونصيب ولله ربك كاتب لك بتحاصله والحمد لله توفقت إياها وبهم قصروا إياها ومتحملتني ويابت لي بنتين اللي خليهم لي وولد البنات والله بنات بنتيني واللي مظلومين إياها يعني 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 ممكن مقصروا إياهم وايد بحكم شغلي وسفري وبس بالله أقدر عليه اللي أقدر عليه أسوي لهم بس أنا مقصروا إياهم وايد وإن شاء الله يا رب أني أقدر أسوي لهم شي حق مستقبلهم لأن أبحكم أن أنت تصوير وسفار وشغل وشغل فيلستوا إياهم قليلة الصراحة بس هم تعودوا ومقدرين واضعي وفهمين ظروفي من العيالي يعني ساعة تصويرها مكاني تودي العيال مستشفى تودي حتى السيارة القراج تسوي كل شيء لأنها تصوير فترات طويلة أنا برع البحرين أو ساعة حتى في البحرين بس في التصوير ما أقدر أنا أتصرف في شيء فالتصوير بكم من بداية النهار لأخر الليل وساعات في التصوير برع أخلي بالشهرين بالثلاثة برع البحرين ساعة خمسة أشفر برع البحرين في ضحك يعني ساعة امتيام معان أخواني وخواتي وعيالي وزوجتي يوم اليوم مثلا يوم السبت أسوي لهم شوية يعني ربع مسرحية أصدقائي أصدقائي اللي نيلس في مكتبة العام على الشرق ومكتبة نون بعد الصوير ما أوقف جني بس في الحياة الجنرال شوية خجول شوية يعني مو يعني ما عرف يقول لك علي الغرير الله يرحمه طبعا علم من أعلام البحرين أنه نفتخر في البحرين أن عندنا واحد مثل مرحوم علي الغرير هو راح لكن ما زال أعماله وتاريخه واسمه موجود في البحرين وأنا أفتخر أني يكون واحد من تلاميذ النجم الكبير علي الغرير رحمة الله عليه